الفريقان رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليه السلام لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق أنت تريد تشوف من هو المؤمن ومن هو المنافق الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وأظهروا الإيمان أظهروا الإسلام على لسانهم زيان هذا مثل عبد الله بن أبي منافق أو هذا مثل حمزة بن عبد المطلب مؤمن شلون تميزه الرسول صلى الله عليه وآله بيّن ميزانا لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق أنت الآن بعد 1400 سنة تنظر إلى تلك الحقبة زيان من هو المؤمن من هو المنافق كان هناك منافقون عشرات الآيات نزلت في المنافقين وين صاروا المنافقين بس عبد الله بن أبي كان المنافق مثلا ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم في آية أخرى ولتعرفنهم في لحن القول إحنا نريد نعرف المؤمن نعرف المنافق ناخذ ديننا من المنافق مثلا من أخذ ديننا من المنافق من هو المؤمن من هو المنافق أكو ميزان لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق تشوف سيرتهم في سيرته هل ظهر حبه لعلي بن أبي طالب تعرف أنه مؤمن هل ظهر بغضه لعلي بن أبي طالب هذا منافق يجي واحد يقول معاوية كان من الصحابة المنتجبين منتجبين إشلان كان من الصحابة المنتجبين وهو يقاتل علي بن أبي طالب ويأمر بسبه أمر سعد ابن وقاص بأن يسب علي بن أبي طالب يعني هذا يحب لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق قاتله وقتل أصحابه وقاتل ابنه ثم أمر بسبه وفعل ما فعل لأن هذا يمكن أن يكون مؤمن وطبعا الميزان لا يبغضك إلا منافق واضح بعد كان منافقا صحيح يظهر الشهادتين لكنه منافق وهكذا من لف لفه ترجمة نانسي قنقر